العمال في العراق بلا حقوق أو ضمان اجتماعي قول يردده كثيرون بسبب تفاقم معاناة نحو 15 مليون عامل عراقي أكثرهم خارج المظلة القانونية للضمان الاجتماعي بحسب الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق الذي يؤكد أن 650 ألف عامل فقط مدرجون على قوائم الضمان الاجتماعي في البلاد العمال العراقيون يواجهون الكثير من الصعوبات والتحديات التي لا تبدأ بتزايد أعداد العمال الأجانب والتأثير السلبي لذلك على سوق العمل ولا تنتهي عند تدني الأجور وسوء بيئة العمل والإقصاء من العمل على أسس غير مهنية حيث يسرح العمال تعسفيا في ظل غياب القوانين الضامنة لحقوقهم لسيما في القطاع الخاص بل إن كبار السن من العمال أو من يتعرضون للحوادث أثناء العمل لا يجدون أي ضمانات أو حقوق تقاعدية تساعدهم على تحمل مشقات الحياة بعد فقدانهم القدرة على العمل على الرغم من سنوات عملهم الطويلة في منتصف شهر أيار الماضي صوت البرلمان في العراق على قانون الضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص خطوة عدتها الحكومة إصلاحية تستهدف ضمان الحقوق الخاصة بالعاملين في هذا القطاع ومحاولة جذب اليد العامل إليها بدلا من القطاع الحكومي إلا أن خبراء قانونيين يرون أن القانون الجديد قد لا يكون مثاليا إذ إنه أغرق في تفاصيل كثيرة يصعب تطبيقها على الأرض حيث شمل بعض القطاعات العمالية غير المنظمة كأصحاب سيارات الأجرة والنساء التي يعملن بالخياطة والباعة المتجولين وبحسب الخبراء فإن الإصلاح التشريعي ينبغي أن يرافقه إصلاح اقتصادي ينوع مصادر الدخل القومي ولا يعتمد فقط على النفط كمصدر شبه وحيد لذلك وهو أمر غير متحقق في العراق في ظل بعد الدولة عن دعم الشرائح العمالية بما يضمن لأفرادها حياة حرة وكريمة وفي ظل سيطرة الأحزاب والميليشيات على القطاعات الاقتصادية في البلاد